نروح لكرة الياد سيدات كان عندهم مباراة في الدوري مع هولوليدو وجم وتم تأجيلها المباراة تتلاب على صالة هولوليدو في مصر الجديدة ولكن تم تأجيلها طب تأجلت ليه؟ لأنه طبعا بطولة العالم اللي موجودة دلوقتي أو اللي بتقام على الأرض مصر كل الصلاة وكل الحكام وكل اللجان المنظمة بشغولة ببطولة العالم فتقرر تأجيل البطولة وإيقاف طبعا الدوري لما بعد بطولة حتى السيدات طبعا تعرفين يا رجال كده كده واقف إنما السيدات هيتأجل كمان لما بعد بطولة العالم وعايز أقول لكم إن احنا بالنسبة للسيدات احنا ماشيين ما شاء الله يعني هايل سواء في الدور الأول أو الدور الثاني في الدولة كاسبين كل مباراةنا الحمد لله حتى نادي الشمس حامل لقب الحمد لله فوزنا عليه ماشيين كويس يمكن هيبقى كابتن ناحية يوسف المديني فاني عنده فترة توقف يقدر يزبط دنيته ويزبط لعبته ويشوف الدنيا فيها إيه وحتى لو محد مصاب بيريكافر لما ترجع تاني الماتشات أكيد هيبقى فيه حالة فنية وبدنية عايزة